اجتمع معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات مع السيد فرانسيس ديشاريا الأمين العام للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وخلال الاجتماع استعرض وزير المواصلات والاتصالات مع مسؤولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية سبل تعزيز التعاون الفني ونقل الخبرات المهنية والمعارف التقنية وتبادل المعلومات في المجالات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وفي هذا الشأن أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن تطلع شؤون الموانئ والملاحة البحرية لمزيد من التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية والاستفادة من خبراتها وبرامجها التدريبية لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن وتحسين إجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية من جانبه أعرب الأمين العام للمساعدات الملاحية البحرية عن شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات على اهتمامه بتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في مجال المساعدات الملاحية البحرية بما يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية ولحماية الممرات البحرية العالمية